أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مادبولي أن هناك تكلفات من الرئيس أسيسي بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية والتي يتم ترميمها وإعادة إحيائها وخلال اجتماع عاقدة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتي تقوم بتنفيذها وزارة السياحة والأثار خلال الفترة الحالية تم استراض مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية كذا قصر محمد علي بشبرى إضافة إلى مشروع ترميم معبد بن عزرة